السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد واسرار جديدة والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جوا نادي الزمالك مش حاجة واحدة دولة تلات حاجات اول حاجة الاسبوع القادم في نادي الزمالك هيشهد استقالات جماعية لمجلس ادارة نادي الزمالك الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب تمهيدا لخوضهم انتخابات نادي الزمالك اللي بنسبة كبيرة جدا سيتم الدعوة لها بعد يوم السلساء المقبل الاستقالات بنسبة كبيرة جدا جاهزة والاجواء جوا نادي الزمالك في اعلى الاستعداد لاستقبال الانتخابات الحدث التاني كان حصل خلال الساعات الماضية تجديد لعبدالله جمعة وامام عشور الزمالك جدد لعبدالله جمعة وامام عشور في ناس كتير قوي وجهت انتقادات لمجلس ادارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لتمديد عقد عبدالله جمعة لان عبدالله جمعة في الفترة الاخيرة مستواه كان بعيد خالص عن الشكل اللي ظهر به في بداياته مع نادي الزمالك الى جانب اني حصل فيه اكثر من ازمة كان هو بطالها في نادي الزمالك انا عايز اقول لكم من جوه الكواليس ان عبدالله جمعة رغم تجديده لنادي الزمالك لن يستمر في نادي الزمالك وستكون وجهته القادمة هي بيرامدز وتكاد الصفقة حسمت بشكل كبير جدا اما بالنسبة لامام عشور فهو مكسب كبير جدا لنادي الزمالك انه هو يجدد له امام عشور مستقبل نادي الزمالك انا من وجهة نظري ان امام عشور من اللاعبين المتميزين جدا ولكن عليه ان يلتزم ضبط النفس في المواقف التي يتعرض لها لازم يتعلم من خبراته لازم يتعلم من التجارب او يخرج من التجارب الماضية بدروس مستفادة الموضوع الاكثر اصارة وهو الموضوع التالت اللي انا هكلمكم فيه وهو سرقة موقع نادي الزمالك الالكتروني دي يا جماعة في حد ذاتها كارثة كبيرة جدا كارثة من العيار السقيل خاصة وان الذي قام بسرقة الموقع الالكتروني لنادي الزمالك معلوم لدى مجلس ادارة نادي الزمالك اللي انا وصلني يا جماعة انه هو فيه تكتيم على موضوع سرقة موقع نادي الزمالك وانك انت لو سألت حد من المسؤولين في نادي الزمالك يقولك ان الموقع بيروح وييجي انما هي القصة موضوع يؤرق مجلس ادارة نادي الزمالك موضوع ممكن يتسبب في مشاكل كتيرة جدا لنادي الزمالك على حدود معلوماتي او من خلال معلوماتي القادمة من كواليس نادي الزمالك ان الشخص الذي يقوم بسرقة حساب نادي الزمالك هو احد المسؤولين السابقين مش في الادارة عشان بس اتنقكم ما تروحش بعيد احد المسؤولين السابقين ربما يكون فيه اجهزة فنية يكون فيه اجهزة ادارية يكون فيه جهاز طبي انما هو شخص معلوم لدى مجتمع نادي الزمالك هو اللي سارئ الدومين بتاع الموقع الالكتروني لنادي الزمالك كارثة بكل ما تحمله الكلمة من مقاسي الموضوع يا جماعة موضوع صعب جدا وان الزمالك او المسؤولين في الاد الزمالك يقفوا عاجزين عن ان هم يعالجوا ازمة زي دي لا انت عندك ادوات يعني المحضر واحده لا يكفي استعينوا بخبراء الكترونيين استعينوا بحاجات كتير او انما ده الموقع ده ممكن يحصل عليه كارثة من اللي هيتحمل الكارثة فدي من وجهة نظري جريمة جريمة كبيرة جدا ده في النادي الزمالك وحادثة كارثية ان الموقع الرسمي لنادي الزمالك لا يكون تحت السيطرة الكاملة للزمالك الى كواليس جديدة واسرار جديدة ان شاء الله في فيديو جديد شكرا اشتركوا في القناة